الوضع في أوكرانيا ينذر بالتدهور هذا ما أكده مسؤولون عسكريون في البنتاجون القيادة الأمريكية في أوروبا يوكام سترسل تعزيزات إلى كييف لوقف ما أسمته الإدارة الأمريكية اعتداءات موسكو الولايات المتحدة قلقة من استمرار الاعتداءات الروسية في شرق أوكرانيا والحشد العسكري الروسي على الحدود بلغ أقصى مداه منذ عام 2014 ومع تزايد التهديدات الروسية أمر البنتاجون بتحريك قطعتين حربيتين إلى مياه البحر الأسود وتوفير إمكانات دعم للسلطات الأوكرانية نقوم بعمليات في البحر الأسود عملا بحرية الملاحة ولن نكشف عن حجم سفننا هناك نعتبر الأمر روتينيا وفي تفاصيل المعلومات أن البنتاجون سيؤمن للبحرية الأوكرانية سفنتين للمراقبة ومزيدا من التدريبات العسكرية والدعم الطبي وصورا جوية استخباراتية عن تحركات موسكو لن أستبق الأمور لكشف ما سنفعله إذا ما استمرت موسكو باعتداءاتها لكن سنحاسبها على نشاطاتها الخبيثة الإدارة الأمريكية تؤكد أنها ملتزمة بأجهزتها السياسية والعسكرية بالمضي قدما في مساعدة كييف وتعتبر خطواتها الأخيرة رسالة مباشرة لموسكو مسؤولون في البنتاجون هنا أكدوا أن سلاح الجو الأمريكي ينفذ مهاما استطلاعية لرصد التحركات الروسية في شرق أوكرانيا والبحر الأسود وأن الهدف منها إبلاغ الكراملين بأن واشنطن جاهز للرد فيما لو تغيرت الأمور على الأرض جو تابت سكانيوز عربية البنتاجون واشنطن